السؤال اللي دايما بنسأله هو انا اوصل لعميل فريلانسر ازاي حديك عشر طرق تقريبا تساعدك ان انت تجيب العميل بكل سهولة وتحاول تجيب كمان اول عميل لو انت لسه ابيض في الفريلانسر في مجال البرمجة وفي الود تحديدا خلينا نبدأ في الاكشن على طول واهلا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع اول نقطة واسهل نقطة بتتعامل بيها عشان تجيب اول عميل هي انك توسع شبكتك ودايرة معرفك على قد ما تقدر قلناها دي في الفيديو اللي فات اللي تكلمنا برضو عن انك ازاي تجيب عميل جسولة لكن ده مش معناه ان الفيديو ده هو هو اللي فات معناه ان فيه حاجات جديدة حندفة بس هي اول نقطة واهم نقطة حاول دايما زي ما قلتك تدور حاول تشوف حد عايز حاجة حتى من دايرة معرفك انت شخصيا ممكن تلاقي ناس ما كانتش عارفة اصلا اناه البزنس بتاعها ممكن يعمل حاجة زي دي او ممكن تضيف له حاجة معينة جواه فدي بتكون اول نقطة واول طريقة واسهل طريقة ان انت تجيب اول عميل لانه كمان هيكون واثق فيك لانك ما عارفك يعني من دايرة ما عارفك صحبك في جامعة مثلا اهلك قريبك ما عارفك اه الجرام اي حاجة تقدر توصل لها واحد عنده حتى لو سوبر ماركت حاول تعمله بالسيستم يحسله وضعه وهي اصلا وظيفتنا كاد فينوبرز ان احنا نسهل حياة الناس فبالتالي حاول تسهل حياة الناس على قد ما تقدر وده حيساعدك انك تلاقي العميل الاول بكل سهولة تاني طريقة معنا هي تحديد النيتش او التخصص بتاعك تحديد النيتش او التخصص بتاعك مش يوتيوب بقى او كده الناس اللي هي تقول ده النيتش ده اللي هو تخصص على اليوتيوب وانت بتتكلم في كذا وكذا لأ هنا النيتش المقصود بيه المجال اللي انت هتشتغل فيه عايز تشتغل في العقارات هتبدأ كرائب سوق العقارات وكل موقع بيتميز عن التاني في ايه نفس الكلام لو انت هتهتم بالسوشيال تشوف مثلا موقع معين ناقص وحاجة كده الفريلانسر العرب مثلا زي مستقل وكده شوف خدمات ناقصة فيه او طرق دافع مثلا او حاجة انت حتقدر تضفها وممكن يا اما تكلم الناس دي يا اما تكلم منافسيه معادي يعني انت حتشتغل على الطرفين وتشوف كل نقطة ضعفة عند السايت وتبدأ تعرض عليه شغنك عن طريق الكونتكت بتاعته تبدأ تتواصل معاه وتقول له انا عندي كذا كذا نقدر ساعدك في كذا كذا وهكذا فهي دي الطريقة التانية انك تهتم بالنيوتش وخلي بالك من اهتمام النيوتش ده هيساعدك في نقطة تانية هنقولها بعد شوية تانية طريقة واللي برضا هتعتمد على النيوتش هي الاهتمام بالسوشيال ميديا تهتم انك تنازل بوستات عن شغلك دايما تعمل صفحة فيها اعمالك على فيسبوك على لينكد ان على اي مكان تبدأ تهتم واهتم بلينكد ان تحديدا ليه بقى عشان لينكد ان ممكن تلقط شركات ويعني مثلا شوف النيش اللي انت اختارته او التخصص اللي انت اختارته وابدأ شوف الشركات دي عاملة ويبسايت مش عاملة اصلا لو عاملة ان شكل دايما بيكون فيه ديزاين ضعيف كده او شكل ضعيف او حتى ما عندهمش خدمات كتير يقدروا يقدمها من السيستم بتاعهم او الموقع بتاعهم تقدر انت تزودها لهم وتبدأ تكون تاكت مع حد منك جوه الشركة دي عشان تبدأ تعرض خدماتك وممكن توصل لاول عميل من خلال النقطة دي زي مولتك اهتم بلينكد ان بس ده مش معنى انك تهمي الباقي انستجرام كويس جدا فيسبوك كويس جدا واتساب لو معيك ار كوم يعني عرفت تسكراب داتا او عرفت انجيب داتا شركات في النيش بتاعك او اكتر من النيش عادي يعني احنا كده 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 فولورز ممكن تشتغل على اكتر من النيش في وقت واحد بس حتة التخصص ده هيساعدك انه يكون عندك مشروع واحد سابق على الاقل تقدر تعتمد عن ايه ان انت تعرض لشدمة تقول له انا ممكن اعمل لك زي ده فيبقى معايد حاجة بالفعل قادر انك تطور الناس بيها وربع نقطة والمكملة للنقطة اللي فاتت هي انك ترفع مشاريعك دايما على المنصات المختلفة ممكن ترفع ديمو يعني لوش هقولك ترفع السورس كود والضيع شغلك ومجهودك لأ انت ممكن بس ترفع ديمو كده بلينك مثلا ترفعه على بوست او اي اي حاجة بقى اي طريقة حتى لو فيديو انك تعرض المشاريع السابقة بتاعتك دي ممكن بعد اسبوع بعض الشهر بعض السنة حد يكون عايز لحاجة دي ويبدأ يسرش وطبعا هتهتم حاجة تانية هنقولها بعد شوية عشان تحسن الجزء دي ممكن يلقط معايد كده بالصدفة ويشوف المشروع بتاعك ويقول اه انا عايز زي ده فانا اكلم الشخص ده يجيب لي او ينفذ لي المشروع بالشكل اللي هو قريب جدا من الشكل بتاعه ده وده هتبقى طريقة تانية ممتازة جدا ان انت تجيب عميل بالصدفة يعني هتلاقي كده بالصدفة ممكن يجيلك عميل في الويم ديفلوبنس ومن ضمن الحاجات دي انك تتمر بالس اي او ودي النقطة اللي بعد كده انك تتمر بالس اي او او اللي هي سيرش انجين اوكتوميزايشن تتمر بكلمات مفتاحية تكون ينفع يتدحس عنها بسهولة ده ممكن حد يجيبك كون على جوجل ودي لسه نقولها دلوقتي فانت ممكن بالكلمة المفتاحية اللي هي مثلا فيها اسم مشروع حاجة لقطت كده يبدأ شخص بيدور على الحاجة دي بيلاقيك بالصدفة في وشه كده فيبدأ يتواصل معك ويبدأ يخليك تنفز له المشروع بتاعك واللقطة اللي بعد كده النفلة اصلا نستخدم جوجل كمان يساعدنا جوجل ممكن يساعدك ان انت تعرف المواقع يعني ابحث عن الميش بتاعك او التخصص اللي انت حابب تشتغل فيه شوف مواقع تكون ضعيفة على جوجل افتح الصفحة التانية الصفحة التالتة كمان اللي محدش بيتفلها هتناسي المواقع الضعيفة المواقع اللي ما فيها اس ا او كويس ولا ديزاين بتاعها كويس هون تلاقيها ما فيها جوفا سكريبت او فيها سيكوريتي ارورز او مشاكل كتيرة جدا وهي مواقع مش مشهورة بالدرجة اللي هي خلاص زي انها تظهر في اول صفحة فانت تعرض عليهم الخدمات دي وتبدأ تتواصل مع الكونتكتس من خلال الموقع ساق ايميل او رقم تليفون او اي المكان وتبدأ تعرض خدماتك عليهم جوجل كمان يقدر يساعدنا في نقطة تانية الجزئان اللي بعد كده ان جوجل مابس بقى خرائط جوجل تقدر تساعدك ان انت تستكشف البيزنس اللي حواليك في منطقة معينة او حتى لو عايز بره منطقة معينة تبدأ تشوف البيزنس ده هل عند ويب سايت هل ما عندهوش هل الويب سايت ده ضعيف هل قوي وتبدأ من خلاله تعرض برضو خدماتك عليه النقطة اللي بعد كده وانا ما بفضلهاش لو انت مبتدق تحديدا هي استخدام الاعلانات المدفوعة او البايد ايدز البايد ايدز او الاعلانات المدفوعة سواء على فيسبوك سواء على واتساب بقى على انستجرام على اي منصة ده هتصاعدك لو انت بس عايز معاك فلوس كويس وتقدر تعمل حملة اعلانية وطبعا لازم تدري سكويس ازاي تعمل حملة اعلانية الاول عشان ما تستهدفش جمهور فلط ومحدش برضو يجيلك في الاخر فدي جزئية لازم تخلي بالك منها لو هتعمل اعلانات مدفوعة بس هي النقطة كويسة بتصاعدك كتير جدا النقطة اللي بعد كده هي الاهتمام بالس اي او سواء بشكل عام زي ما قلنا الكلمات المفتحية في البوستس بتاعتك او في صفحتك على فيسبوك او انستجرام او اي مكان وتاني حاجة انك طبعا بتكون عامل بورففوليو اللي هي معرض اعمال خاص بك وفي زي سي في بتاعك على شكل ووبسايد البورفوليو ده حاول تحط فيه كلمات مفتحية كويسة وتتم بالس اي او لعل حد يبحث على جوجل ويقول ابعايز ويب ديفلوبر يعمل كذا كذا يبدأ يلاقيك تظهر معاه في اول نتائج بحث على جوجل او يعني في النص او اي المكان وطبعا لازم تكون منافس جيد باسعارك كمان واجي لسه حنقولها حتة الاسعار دلوقتي فالاسعار عشان تبقى منافس شوف كده متوسط الاسعار كام وابدأ نزل عنه بس حاجة بسيطة زي ما دايما بنقول عشان ما تبقاش انت واقع قوي ويعرف ان انت واقع قوي طب في حالة انه برضو زمزق في السعر او كده هندخل في 10 جزئية هتصعدك انك تزود العمله بتوعك وهي ان انت تهتم بالتسويق بالعمولة او الريفيلز التسويق بالعمولة ده معناه ان انت هاتلي عميل انت يعني انت اشتغلت بعميل وخلصت قوله انا ممكن عمل لك كاش باك بمبلغ كذا يعني ارنجع لك كمان جزء من فلوسك تاني وممكن ارنجع لك فلوسك كلها في حالة انت جبتلي مثلا خمس عمله جدية وهكذا انت كده ما اشتغلتش في موضوع التسويق انت سبت الناس هي اللي تسوق معي طب في حالة انه برضو مش عارف او كده ممكن تخفض له السعر مقابل ان انت تكتب اسمك في الكوبيرايتس تحت او تكتب اسمك في الاباوت او اي حاجة جوه الموقع بتاعك طبعا يستحصل له الشركة كبيرة او كده يبقى الكلام ده مكتوب في عقد عشان ما يخلفش بعد كده ويجي دولوبر تاني يمصح اسمك من الويبسايت ده فدي نقطة حتساعدك انك تسوق لنفسك حتى وانت ولا هو موجودين اصلا اي حد يفتح الصيط عايز صيط شبه او منافس او كده حيبدأ يشوف الاباوت حيلاقيك موجود في الاباوت ده فيبدأ ان يتواصل معي كنجا ديفلوب دباي كذا باور دباي كذا يعني الحاجة دي كلها وبس دي كانت اهم نقطة ممكن تساعدك انك تلاقي عملك كتير جدا فين في ريلانسر وبتحسن وضعك فيه في ريلانسر بلا ان الفيديو يكون عجبكم وقفت كله وعجبك ما تنساش تدي لي احلى لاين وما تنساش شوف الحلقات والحكاية والكرسطات الفيديو استنى الحلقات والحكاية والكرسطات اللي جاء وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش بوينو الهواء اشترك في القناة